يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مستشاريه الاقتصاديين لمناقشة مسألة مشاركة بلاده في اتفاق باريس المناخية كان ترامب قد قال انه يعتزم الانسحاب من اتفاق المناخ الذي وقع في ديسمبر لعام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الأمر الذي يهدد في شكل خطير الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات وفقا لمعظم الخبراء عن التغيير المناخي في الخطير